أولا مبروك مبروك منتخب مصر الفوز على غينيا 1-0 مبروك للإدارة الفنية الجديدة بقيادة الكابتن إهاب جلال فوز معنوي مهم جدا جدا معلش هاخد من وقت حضراتكو 5-6 دقايق عشان يبقى فيه جلسة مصارحة بصراحة يعني كل الناس وانا ماشي وحتى هنا زملائنا في الستوديو أول ما خشش هرق كابتن في المباراة مش عاجبنا الأداء مش عاجبنا المنتخب وانا عايز اسأل حضراتكو سؤال هل حضراتكو أي حد بيتفرج عليها دلوقتي هل كان متوقع تغيير شامل في أداء المنتخب المصري مع الكابتن إهاب جلال بعد تولير المسئولية يمكن بأسبوع 10 ايام هل كان حضراتكو فاكرين أن المنتخب المصري هينزل لها بعد تيكا تاكا والاستحواز والهجمات من اليمين والشمال والاختراقات هل حضراتكو كنتم منتظرين تفرد بي رجدنا في أداء المنتخب المصري اللي كان متخيل دوت غلطان مليون في المية وخلينا نتكلم بكل أمانة وبكل صراحة احنا ناقصنا كتير جدا جدا عشان نوصل للصورة اللي احنا بنتفرج مش هقولك بقى بنتفرج على ليفر فول ولا على مدريد ولا على بارسلونة ولا ولا حتى لو بنتفرج على منتخبات كان يسمى زمان أيام ما كنت بلعب منتخبات الصف الثاني والثالث لا هذين منتخبات فرقت عننا فوارئ كبيرة جدا محدش يزعل مني حتى دلوقتي بتتكلم على منتخب غينيا اللي كان بيلعبنا منتخب معظمه من المحترفين منتخب غينيا لما كنا في التسعينات باللعب منتخب غينيا ممكن نكسر ثلاثة اربعة وبنبقى زعلانين لا دلوقتي الفرقات بقت قليلة جدا ليه الفرقات قليلة جدا لان في ناس بتاختو خطوات سريعة جدا في تقدم الكرة بتاعتها واحنا بناختو خطوات بطيئة جدا جدا في تطوير الكرة المصرية ودايما بنتكلم على إنجازات المنتخب القوم المصري برجع بالذاكرة مع حضراتكم لسنة التسعين بداية طبعا وجود الكابتن محمود الجهري وجود عناصر مميزة من اللعيبة إنجاز كبير جدا جدا بعد غياب طويل عن كاس العالم بنروح كاس العالم هل ده كان مخطط ليه؟ لا كابتن جهري مدرب كبير جه خد فرصة معاه جيل مميز من اللعيبة المميزة عملنا مباريات كويسة على مستوى التصفيات رحنا كاس العالم قدينا بشكل جيد في حدود الإمكانيات نيجي بعد التسعين إخفاقات على مستوى كاس الأمم الأفريقية لغاية تمانية وتسعين تمانية وتسعين جي جيل مرتبط جيلين في بعض أنا كنت متواجد وكان عندنا جيل يعني كنت أنا وحسام موجودين من الناس القديمة طلع معنا نجوم المنتخب الأولومبي زي حازم إمام عبدالسطار صبري سمير كمونة متحة عبدالهادي ابن ياسر ردوان عمارة مجموعة مميزة جدا من اللعيبة من المنتخب الأولومبي ويحققنا بطولة غالية جدا وبطولة جميلة لعبنا فيها كرة حلوة قوي بطولة تمانية وتسعين طيب بعد تمانية وتسعين إخفاقات تاني على مستوى الكرة المصرية ما رحناش كاس العالم غير فيه 2018 لكن هنيجي عندي 2006 2008 2010 العصر الزهبي كمان لهذا الجيل تعالوا مع حضراتكم نشوف جيه إزاي اتوضب له إزاي اتخطط له إزاي هل كان فيه تخطيط برضو لا كابتن حسن شحاتة في هذا الوقت جيه مدرب مؤقت لحين تعيين مدير فني أجنبي كابتن حسن شحاتة أول ما جيه جيه بالمجموعة اللي كان شغال معها في منتخب الشباب عماد متعب ومجموعة عماد متعب وكل المجموعة اللي احنا عارفينها وبدأ يشتغل مع مجموعة تاني مميزة من اللعيبة اللي يمكن كانت كبرت شوية زي احمد حسن المتواجد الصقر ومجموعة زي عصام الحضري وعي الجمعة بنتكلم على بركات بنتكلم على بطريكة جيه مميز عماد متعب مع كابتن حسن شحاتة في منتخب الشباب عملنا ما شاء الله ثلاثة أمم أفريقيا متتالية وحققنا رقم قياس بالرغم عن كده ما رحناش كاس عالم هل كان هذا الجيل مخطط ليه ومشيين بخطة ليه على مستوى اللعبين على مستوى المدربين الإجابة لا جينا بعد طبعا 2010 بعد ما حصلنا على ثلاث بطولات أفريقية إخفاق عدم الوصول حتى للبطولة الأفريقية ثلاث مرات متتالية في حدث سلبي كبير جدا جدا بالنسبة للكورا المصرية وبالتالي نجاحات ثم إخفاقات ثم نجاحات ثم إخفاقات وكل دوت نتيجة الصدفة نتيجة عدم التخطيط ليه هتيجي تسأل 2018 ووصلنا لكاس العالم حضراتكم فاكرين تعصر كبير جدا في التصفيات ولكن في مباراة الكنغو في استاد برج العرب نتيجة واحد واحد لغاية الدقيقة 90 وكانت بهذه النتيجة التعادل واحد واحد كنا لازم نروح نكسب نيجيريا في نيجيريا كان الأمور هتبقى صعبة جدا لولا طبعا ضرب الجزاء تريزيجي وإحراز محمد صلاح هدف الوصول لكاس العالم رحنا كاس العالم يعني مش عايز أقولك طبعا النتائج كلها سلبية جدا ثلاث مباريات zero من النقاط